هنعمل النهاردة رز الريزو بتاع كيف سي وهنعمل الستريبس اللي بتبقى متقطاع على الرز وهنعمل سوس الريزو الرهيب وكمان هنعمل سلطة كل سلو كل ده بنفس طعم كيف سي ويمكن احلى كمان وصفة النهاردة معتمدة شوية عصصصات بس فعلا النتيجة وهمية عزاكوا تجربوها وانا متأكدة انها هتعجبكم وباكتبولي رأيكم في الكومنتات ويلا بينا نبدأ الفيديو بس بفكركم ياريت تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناة اول حاجة هبدأ بها هي سلطة كلسلو انا استخدمت نص كرومباية صغيرة من بتاعة السلطة ومعها جزرية مبشورة هحط عليهم خمس معلق كبار من المايونيز وتلت كباية من الحليب الحليب بيساعد ان الدرسنج يكون اخف وبالتالي السكر بيدوب اسرع وكمان بيسهل ان الكرومب والجزر يتشربوا من الدرسنج وياخدوا من الطعم لكن هي خطوة اختيارية بمعنى ان لو حد حابب يستغنى عن الحليب او الحليب مش متوفر عنده ممكن يكتفي بالمايونيز بس في الدرسنج بتاع السلطة بعد ما قلبت كويس وتأكدت ان الحليب والمايونيز امتزجوا مع بعض هحط اربع معالق كبار من السكر ولو حد حابب ان هي تكون صحية شوية ممكن يستبدل السكر بعسل النحل هحط معلقة من الخل وهقلب كويس لحد ما تأكد ان السكر كله داب وكده الدرسنج بتاع السلطة هيبقى جاهز عندنا ما تأكدت ان السكر داب هحط كله على بعضه هحط الجزر المبشور على الكرومب وبعد كده هحط عليهم الدرسنج اللي احنا جاهزناه وهقلب كويس بعد ما قلبت كويس هسيب السلطة على الاقل ساعتين في التلاجة ده بيفرق جدا في الطعم لان الكرومب والجزر بيتشربهم الدرسنج وكمان لو سبناها ليلة كاملة هيبقى طعمها احلى بجد لو جربتوها بالطريقة دي هتديكم نفس طعم كنتاجي بالزبط وهتحبوها قوي ومش هتبطلوا تعملوها بنفس الطريقة بعد كده هبدأ اعمل الستريبس دي صدور بنيه انا مقطعها بالطول بالشكل ده اهم حاجة ان السمكة هيبقى متوسط ما تكونش تخينة اوي ولا رفيعة اوي هبدأ بها تابلها هي التدبيلة بتاعتها مفهاش توابل كتير او مكونات كتير بس في نفس الوقت طعمها حلو جدا هحط 3 معلق كبار من الزبادي والتوابل اللي هحطها هي ملح توم بودرة بصل بودرة و بابريكا معلقة صغيرة من كل حاجة من دول وهحط 4 معلق كبار من الهوت سوس الهوت سوس هنا مش هيدي طعم الشطة زي ما انتم متخيلين قد ما هو هيدي ناكهة بس مختلفة وبعد كده المكون الاساسي في الريزو هو البربيكيو سوس فانا هحط معلقة كبيرة برضو في التدبيلة بتاعت الستريبس وهقلب كويس قوي لحد ما التدبيلة كلها هتغطي البنية او الستريبس وهشيلها في التلاجة على الاقل ساعتين قبل مقليها يجي بقى الرز الريزو انا هعمله بطريقة بسيطة قوي مش هحط فيه كزا مكعب مرأة وفي نفس الوقت اعتطلع نتيكته حلوة قوي وتعمه زي كنتكي بالزبط انا جبت حلة وحطيت فيها شوية زيت ومكعب زبدة وبصلاية متوسطة متقطعة ناعم او صغير على قد ما نقدر وحطيت عليهم فصين توم هديهم تقليبة بس كده لحد ما اشم ريحة التوم بعد كده هنزل بالرز انا مش عايزيهم يتشوحوا ولا لونهم يتغير بعد كده هحط كبايتين ونص من الرز المصري انا غسلته طبعا كويس لكن ما نقعتوش وبعد كده هديله تقليبتين كده مع البصل والطوم وهبدأ انزل بقى بالمناكهات اللي هتنكيه لي الرز اول حاجة ملح وفلفل ومكعب مرأة بعد كده هحط على الرز اربع صصات الاربع صصات دول هما اللي هيدو لي طعم الريزو بتاع كيف سيب الزبط فيه 3 صصات منهم متوفرين عادي في كل بيت والصوص الرابع لو مش متوفر هنحط له بديل متوفر في كل مكان وسهل نلاقيه في السوبر ماركت اول حاجة هحط معلقة كبيرة من الكاتشب وهحط معلقتين كبار من الباربيكيو صوص انا حطيت معلقة تانية غير المعلقة دي فهم كده معلقتين وهحط 3 معلق كبار من الهوت صوص الهوت صوص مش هيخلي الرز سبيسي زي ما انتم متخيلين بعد كده هحط معلقتين كبار من الوريس توشاير صوص ده شكله وبيبقى موجود في سيكشن الصوصات في اي سوبر ماركت ولو مش موجود عادي جدا هنحط بداله معلقتين كبار من السويا صوص وهيدي نفس النتيجة هقلب الرز مع كل المكونات اللي احنا حطناها قبل ما زود الماء هرجع معاكم بسرعة الحاجات اللي احنا حطناها في الرز تاني اول حاجة بصلية متوسطة متقطعة صغير وبعد كده هحط عليها فصين توم وهديهم تقليبة وهنزل بالرز وهحط على الرز ملح وفلفل مرأة والاربع صوصات اللي احنا هنحطهم كاتشاب معلقة كبيرة معلقتين كبار باربيكيو صوص تلات معلق كبار هوت صوص ومعلقتين ويرستر شاير صوص ولو مش موجود هنحط صوية صوص بعد كده زودت المية انا حطيت على كبايتين ونص من الرز حطيت عليهم كبايتين ونص من المية المغلية وهقلب واستنى لما الرز يتشرب المية هيكون على نار عالية في الاول بعد كده هوتي النار واسيبه لمدة دلت ساعة بعد ما سيبنا الستريبس شوية في التدبيلة هنبدأ بقى نقليها هجيب طبقه فيه دقيق وهحط فيه التوابل اللي حطناه في التدبيلة نص معلقة صغيرة من التوم باودر باصل باودر وبابريكا وشوية ملح وهقلبهم في الدقيق كويس هنشوف ازاي نطلع الستريبس مقرمش زي في كي اف سي اول حاجة هجيب قطعة الستريبس وهسبت عليها الديق بعد كده هفضل احركها بنفس الطريقة دي شوية كتير يعني مسلا عشرين ثانية ولا حاجة ما نزهقش عشان النتيجة تطلع معنا زي ما احنا عايزينا وبعد كده هنفضها من الدقيق كويس قوي النفضة دي هي اللي بتديني التعريجات اللي في الاخر بتبقى مقرمشة فلازم ننفضها كويس بعد كده هحطها في المياه لمدة سانيتين وارجع عيد نفس الخطوات تاني هما ثلاث خطوات اللي هيدونا النتيجة اللي احنا عايزينا اول حاجة هغطيها بالضيق تاني حاجة هعود احركها كده بايدي بنفس الطريقة دي والحاجة التالتة ان انا هنفضها كويس نيجي بقى للقلي هنجيب طاصة ونحط فيها زيت غزير وهنسخن الزيت بس ما نسخنوش قوي عشان مش اول ما نحط الستريبس تتحرق هنخلي درجة الحرارة يعني متوسطة شوية وكمان طول فترة القلي هنخلي نار متوسطة عشان اللي ستريبس تاخد لون حلو من برة وما تتحرقش وفي نفس الوقت تستوي من جوه وفي معلومة مهمة كمان ان احنا ما نسحمش الطاصة قوي عشان اللي ستريبس تطلع معانا مقرمشة هي عادة في السويه هتاخد حوالي 7 دقيق وبعد ما نطلحها ياريت ما نطلعهاش على طبق لأنا نحطها في مصفى عشان تفضل محافظة على القرمشة بتاعتها وأول ما توصل للون الدهبي ده هتلحها من عنار وآخر حاجة هنعمل سوس الريزو اللي بيتحط على الرز وعلى ستريبس واللي بيبقى طعم رهيب دول حوالي 5 معلق كبار من الباربيكيو سوس هحط عليهم معلقتين كبار من عسل النحل بعد كده هحط معلقة من الكاتشب ومعلقة من السويه سوس ومعلقتين من الهوت سوس وبعد كده هحط معلقة من الخل وربع معلقة صغيرة من التوم الباودر وهقلب كويس وكده سوس الريزو بقى جاهز معنا وهتدقوا أحلى سوس الريزو هتدمنوه بجد بعد كده وهتعملوه على طول ونيجي بقى للفقرة المفضلة بالنسبة لي انا حطيت الرز وقطعت علي الستريبس وبعد كده بحط سوس الريزو بالشكل اللي انتو شايفينه ده واكتر حاجة هتليقى على سوس الريزو عشان هو مسكر شوية شرايح من الفلفل الحراء بجد عايزاكوا تجربوا الوصفة دي بنفس الطريقة بالزبط ومعاها صلاتة الكلوسلو بجد حاجة كده وهم جربوها وأنا متأكدة انها هتعجبكم ويريد تقولولي رأيكو في الكومنتات وما تنسوش لو الفيديو عجبكو تعملوا لايك وشير وما تنسوش تشتركوا في القناة